خطوة جديدة اتخذها المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت بحل المجلس التنفيذي الانتقالي للاتحاد وتشكيل لجنة خماسية مؤقتة تدير العملية الانتخابية خلال شهر في هذا المؤتمر تم حل المجلس التنفيذي بناء على موافقة الجميع وكذلك تم تشكيل لجنة خماسية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت بموافقة الجميع وبالتالي يعتبر هذا المجلس الانتقالي من حل بناء على فعاليات هذا المؤتمر الطارئ المشاركون في المؤتمر اعتبروا أن المجلس الانتقالي قد تماد في خروجه على منظومة العمل النقابي وارتكب مخالفات تعد سابقة خطيرة أولها مخالفة رأي محكمة التمييز وأيضا مخالفة رأي الفتوى والتشريع وعدم التعاون مع النقابات وأيضا وجود متقاعدين في المجلس وأيضا وجود استقالات سبع استقالات وأيضا وجود أحد الأعضاء عليه حكم تمييز ناهيك عن التجاوزات التي حصلت من محاولة اعتماد جمعيات عمومية غير صحيحة ولله الحمد تم رفضها من قبل وزارة الشؤون لذلك أصروا أخواننا المنظمات النقابية وهم عددهم 13 نقابة على عقد هذا المؤتمر الطارئ 13 نقابة من أصل 15 أغلبية قررت المشاركة في المؤتمر من واقع الحرص على مصلحة العمل النقابي بعد أن تعرض أخيرا لانتكاسة كما أسموها بسبب المواقف المسؤولة للمجلس التنفيذي الانتقالي للاتحاد سابقة جديدة انتهت بحل المجلس السابق بعد التجاوزات التي اتهم بها وتفيض لجنة خماسية لتنظيم العملية الانتخابية أبرز ما قرره المؤتمر العام الطارئ للاتحاد العام لعمال الكويت لتلفزيون المجلس أحمد الشمري